وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله التهنئة إلى خي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالذكرى الحادية عشر لتولي سموه ورعاه الله مقاليد الحكم التي تصادف اليوم ودعا سمو ولي العهد حفظه الله الجميع إلى الاستفاف خلف ربان سفينتنا أمير الحكمة والإنسانية للعبور بالكويت إلى بر الأمان خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وتداعيتها على مختلف دول الإقليم لافتا سموه إلى أن وحدتنا الوطنية صمام الأمان ومفتاح العبور إلى مستقبل آمن وشدد سموه في مقابلة مع صحفة السياسة على أهمية رص الصفوف والتماسك لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتن وبث وترويج الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس أو وقائع أو حقائق مشيرا سموه إلى أن هناك من لا يريد للكويت أن تعيش بأمن وسلام ولا يريد لأبنائها أن ينعموا بمستقبل مشرق وهو ما يعيه أهل الوطن الذين يقفون بالمرصاد لوأد الفتن وإفشال وأحباط مخططات الفرقة وقال سمو ولي العهد حفظه الله إن السياسة الكويت الخارجية تقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين كما أنها ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من أي كان وعضاف السمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن الكويت وأهلها بلد الخير وشعب العطاء ويشهد لهم العالم أجمع على أنهم يمدون اليد لمساعدة ومساندة المحتاج أينما كان مضيفا أن الكويت محفوظة من الله ثم دبلوماسية سمو قائد العمل الإنساني وعطاء وأصالة أهلها الذين جبلوا على فعل الخير منذ زمن طويل وأكد السموه أن شباب الكويت عماد مستقبل الوطن وثرواته الحقيقية التي لا تنضب ولا يمكن أن تتحقق أي تنمية أو تقدم وازدهار إلا بسواعدهم وأفكارهم داعيا سموه الشباب إلى العمل فراد وجماعات من أجل النهوض بالبلاد وتحقي الإنجازات التي ترفع اسم الكويت عاليا وشدد سمو ولي العهد حفظه الله على أن القيادة السياسية والحكومة تولي الشباب رعاية خاصة وتعمل على فتح الآفاق أمامهم وخلق فرص العمل ودعم مشاريعهم التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم وتسهم في تحقيق التنمية البشرية وبناء الوطن وتحريك عجلة الاقتصاد بما يعود بالنفع على كل المواطنين وتوجه سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله والكويت وأهلها أن ينعم الله عليهم بالخير والأمن والأمان وأن يبعد عنهم شر الحاقدين والحاسدين لتبقى الكويت واحدا للسلام وأرضا للمحبة والتعايش والاستهار اشتركوا في القناة